تطلق وزارة التضامن بتعاون مع تحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة حياة كريمة والهلال الأحمر المصري اليوم حملة تأييد واحدة التي تهدف إلى دعم مليون ونصف المليون أسرى من الأسر الأكثر احتياجا في جميع أنحاء الجمهورية وتتضمن الحملة تقديم حزم من الدعم الغذائي والخدمات الصحية والمساعدات النقدية إضافة إلى برامج توعوية متنوعة ضمن استراتيجية متكاملة للتعاون بين وزارة التضامن ومؤسسات المجتمع المدنية بهدف مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الحالية والتعزيز العدالة الاجتماعية هلاوة على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى الأسر الأكثر احتياجا وتوفير بيئة معاشية أفضل للمواطنين